أنشأ كمال الدين مكتباً معتمداً للمحاسبة قبل 14 عاماً يقول إن عمله كان يتسم بالاستقرار لأن نسبة الضريبة كانت تأخذ بعين الاعتبار حقيقة مداخيل المكتب ومصاريفه لكن بعدما أعلنت الحكومة نيتها اعتماد الاقتطاع الضريبي من المنبع أصبح كمال يعتقد أن الوضع ماضي نحو التدهور هذه التقنية جد معقدة حيث أن الشركات تقوم بإعطاء تصبيق قبل معرفة الربح الصافي لكل سنة هذا الإجراء الجديد لحد الآن لم نفهمه متماماً لأنه نعتبره قروض إجبارية وليس لا علاقة له بالضريبة مست الإجراءات الضريبية الجديدة مجموعة من المهن الحرة فإلى جانب المحاسبين الذين عبروا عن رفضهم للصيغة المعتمدة يقف المحامون والموثقون والصيدلانيون وغيرهم من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن 30 ألف دولار ماذا فعلت الحكومة؟ الحكومة رأت طبقات القانون الإطار للضرائب طبقاته وطبقات توصية المناظرات خاصة المناظرات الأخيرة للضرائب شنو نعملو؟ أولاً بعدها تكون واحد العدالة ضريبية عبره ياش نوسعوا؟ وكان المؤتمر الوطني الثالث حول الجبايات قد دعا إلى ترصيخ عدالة ضريبية ومواجهة تنامي ظاهرة الغش والتهرب الضريبي كما أوصى بإعادة الثقة بين المواطنين وإدارة الضرائب يحتج أصحاب المهن الحرة على أمرين أولهما أن الضرف الحالي لا يحتمل رفع معدل الضريبة من 10 إلى 20% وثانيهما أن رقم معاملاتهم ليس صافياً بل يشمل نفقات التسيير والاستثمار والموارد البشرية وغيرها من التكاليف وتبقى أعين أصحاب المهن الحرة منصبة على مجلس المستشارين حيث لا يزال قانون الموازنة العامة قيد المناقشة والدرس عزيز فتحي سكاينيوز عربية الرباط